بقولك يا ميد. نعم. ازاي افعل الرد الالي او الرد التلقائي على صفحتنا على الفيسبوك. بس كده من خلال شرح اليوم هنتعلم فيه ازاي نفعل الرد التلقائي او الرد الالي على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. طيب قبل ما نبدأ ونشوف شرح اليوم لو حضرتك اول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب اكون سعيد الحظ. لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد. واتمنى من كل اخواتي واصدقائي. مشاركة الفيديو علشان المعلومة توصل للغير. وخلونا كده نشوف الطريقة خطوة بقطوة. اول حاجة هنعملها مع حضراتكم مباشر. هنفتح كده المتجر. وهاجف البحث من من تحت هنا وهبتدي اكتب مجموعة ادوات الاعمال. مجموعة ادوات الاعمال. التطبيق ده خاص بالفيسبوك. هننزل التطبيق ده. وبعد ما حضرتك بتنزل التطبيق. هنعمل فتح. هيطلب من حضرتك الايميل والرقم السري بتوع الفيسبوك. بمجرد ان حضرتك بتكتبه وم بتفتح معاك الصفحة. هنضغط على الرسائل من الجنب او من تحت هنا. وبعدين التلات نقاط من فوق. وبعدين عمليات الاتمتة. هضغط على عمليات الاتمتة بالشكل ده. هلاقي الرد الفوري. لو مكتوب عليها اقاف هنعمل لها قيدة التشغيل. هنحدد احنا هنرد على رسائل المسينجر والانستجرام او المسينجر بس او الانستجرام بس. انا بحدد على الاتنين يعني بيكون الاختيارين دولات مش متفعلين. بتفعل حضرتك الاتنين وبتكتب الرسالة اللي حضرتك عايزة. يعني على سبيل المسال هاحزف الرسالة ديت وهبتدي اكتبها هي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهبتدي اضيف ايموجي. واعمل حفظ. وكمان مرة حفظ بالشكل ده. وبكده اي حد هيبعث على رسائل الصفحة او الانستجرام هيروح له الرد الفوري او الرد الالي. هنا بنلاقي الاسئلة المتكررة. بنلاقي رسائل المتابعة. بنلاقي رسائل عدم التواجد. نقدر برضو لو دخلنا عليها. نختار او نحدد المسينجر والانستجرام. ونكتب الرسالة اللي حابين نظارها لو احنا مش متواجدين على الصفحة. زي ما حضراتكم شايفين. وبكده يكون انتهى شرح اليوم. اتمنى ان انا اكون افدت حضرتك ولو بمعلومة. ولو استفدنا بمعلومة. ياريت ندعم الفيديو ده بلايك. اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.